دعما لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياة الكربونية التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وفي إطار تفضلي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق أسبوع الشجرة بحيث يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام فقد قام سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بزراعة عدد من الأشجار بالقرب من مقر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بضاحية السيف حيث شارك في الفعالية عدد من المسؤولين والموظفين ويأتي أسبوع الشجرة ليعزز نتائج خطة التشجير والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار إلى 3.6 مليون شجرة بحلول العام 2035 وذلك تماشيا مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اشتركوا في القناة